السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردني ايميل من جيميل انه تم تحديث نسخة الجيميل. دعونا نعينها معا ونعطيكم تقييمنا لهذه النسخة الجديدة. طبعا كما ترون اول ما افتح الاميل لنسخة الجديدة على الجيميل بعطيني welcome. بعمل له next. بحكي لي شو الاشي جديد. هل بدك تستخدم الديفولت ولا هل الكمفورت ابل ولا هل الكمباكت. لا انا بدي اخلي الديفولت. ظهر عندي وعمل اوكي. طبعا مثلا هذا حساب جيميل موجود عندي. اه هنا في بعض الاحصاءات زي ما تشايفين revenue وما الى ذلك. بقدر اروح ال inbox موجودة عندي هنا. طبعا منلاحظ انه ال interface نوعا ما اه تم تطويره بشكل عام. يعني اه التابل اللي موجوده هنا تم عمله more flat design. اه عمل badding اكثر وmargin اكثر. في التابات اللي فوق. مثلا هنا تويتر هنا promotion. هنا اه ال primary. طبعا التابات الموجودة هنا archive delete mark as read وسنوز. هذول يعني تم ايضا ضبطهم بشكل اكبر. اه بالنسبة ل الفلتر. طلع لما نعمل فيلتر على طور بطلع عندي التابات اللي موجودة هنا. بقدر اعمله ال label بشكل اريح واسهل. اه هاي بالنسبة ال inbox بدخل على الايميل مثلا. اي ايميل من الايميلات التوصلني. ما في اشي فانسي كثير في الموضوع. اه ما في اشي فانسي يعني ما في اشي معقد. اه يعني ال options اللي موجودة نفس ما هي. اللهم ما في عندي التابس اللي فوق الجديد اللي ظهر عندي فوق هنا. اكي بقدر اعمل اه report spam delete او ما لذلك يعني quick actions. اه بالنسبة لل التابات الجديدة في عندي هون تابات جديدة ظهرات calendar في عندي هنا keep في عندي تاسكس. الثاني التاسك الجديدة هم ممكن يعملك لالتاسكس الموجودة وتعمل get started للتاسك بحيث انك تعمل زي تاسك تاسكات اه التاسك مثلا ديزاين ويبسايت. اعملنا تاسك جديدة مثلا ممكن نيجي هنا اه اذا خلصنا نعملها ادت على التاسك هاي اه نحدد date محدد مثلا 13 شهر. فيها سبتاسك مثلا اه ديزاين مثلا مينيو ديزاين. اوكي سبتاسك مثلا برجع التاسك. فهاي شغلة حلوة التاسك هاي. يعني الجديدة تكبس عليها تشوف ايش الاشياء اللي completed و ايش الاشياء اللي ظلت. اه في عليك الكيب هاي زي اه نوتس بدك تحتفظ فيهم ممكن تخليهم في الكيب. الكالندر عندك تقويم اه اجتماعات ماذاك ممكن نضيفها على الكالندر وثم اليوم مثلا الساعة ثمانية بي ام. اه في هنا افطار. اوكي. اه اه اوكي. حيثنا ممكن تحدد ساعة معينة. اهنا. طبعا بيجيك اشعار قبل ثلاثين دقيقة ممكن. ايجيك اشعار هنا. اه هاي شغلات جديدة ممكن اضيف تاب زي جديدة اذا بدك من الابليكيشن ازا غصها بجوجل ممكن اضيف اي شي بدك يا تريلو مثلا اضيف اه امور زي الزوم. فهاي كلها امور ممكن اضيفها عند لك هنا على البار. اه بالنسبة للكمبوز. الكمبوز ما منلاحظ فيها اشي جديد بس تحسين على الديزاين. اه اللينكات ما فيه كثير يعني امور كثيرة. يعني هنا ممكن نختار مثلا. هاكين نبعته انفو فيش هنا يعني سجيشنز شوف انفو ات غرين اك ان تلكم مثلا. نحط الروابط هاي نعمل السنت. هاي نروح الى السنت مسيجز نروح هاي سنت الاموجة الاموجي ما ما ظهر عندي. فهاي يعني ما فيها اي تعديل كثير انا شايفو. يعني في بس هاي التين كونفيدنشل مود هاي ظاهرة عندي هنا. اه تابز المنيو تقريبا معدل عليها السوشل تابز الموجودات عندك فوق فيه بس يعني تعديل بطفيف جدا عليهم. اه في عليك هنا الكويك كيبورد تكتب فيه اه يعني بشكل عام الليبلز الموجودات عندي هنا مثلا اه جوجل ستوديو مثلا ممكن اجي اختار هاي اعملها موف تو او اعملها ليبل مثلا اه في ليبل جديد او اعمل كريايت اه نعمل كريايت مثلا بس عندي هنا تاب جديد لك جوجل ستوديو موجود عندي بهذا الشكل ممكن اي شغلة ثاني من جوجل احركها على ستوديو اه فين ايه اه هي طبعا انا شايف انه واجهة افضل اه بلا شك وطبعا متدعم الموبايل شوف كيف بطلع على الموبايل اه اوكي الموبايل لسه هي مش مدعومة يعني لما بدك تفتحها من الموبايل عشان تطلع في الموبايل بس هي للدسكتوب يعني بشكل عام الفيترز مش رسبونسيب اه ممكن نجرب نعملها انسبكت شوف كيف بطلع على الموبايل هنا اوكي مش رسبونسيب بس ديزان انا شارفوا احلى بكثير من السابق يعني وفيه فلترز اللي عندك هنا انتيجتك بس فلتر اه ادفانس فلتر يعني يكون لك فلتر كامل اي تحديث بسيط من اه مرة اخرى اكبر اشكركم اصدقائي ارىكم في فيديوهات اخرى بس. السلام عليكم